موسيقى هو القائل في حنينه لوطنه حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين حييت سفحك ضمآنا أنوذ به لوذا الحمائم بين الماء والطين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين نتحدث اليوم يا المشاهدون عن شاعر العرب الأكبر وثالث النهرين دجلة والفراد محمد مهدي الجواهري نهر ينساب شعرا ويتدفق بيانا أولد محمد مهدي الجواهري في السادس والعشرين من يوليوز عام 1899 بمدينة اللجفة العراقية من أسرة ديلية جده كان فقيها صاحب كتابه الشهير جواهر الكلام في شرح شرائع الأسلام والذي اقتبست الأسرة لقبها منه أما والده فقد ابتدأ حياته شاعرا وانتهى فقيها فسعى سعي حديثا ليصنع من ابنه محمد مهدي الجواهري رجلا يسير سيره ليرجع على يده أو يرجع على يده مجد العائلة الجواهرية في الفقه والزعامة الاجتباعية كما قال ذلك مهدي الجواهري في مذكراته عرف الجواهري بقوة الذاكرة وسرعة الحفظ كان يحفظ في كل يوم خطبة من نهج البلاغة وقصيدة من دوان المتنبي ليبدأ الفتى بالحفظ طوال نهاره ويمتحن في آخره أظهر أيضا الجواهري بيلا منذ الطفولة إلى الأدب فأخذ يقرأ في كتاب البيان والتبيين ومقدمة ابن خلدون ودواوين الشعر تأثرا ببيئته وموهبته الكاملة في عام 1917 سيتوفى الوالد فيدرس الجواهر البيان والمنطق والفلسفة ويقرأ كل شعر جديد سواء كان عربيا أو مترجما عن الغرب سيعين الجواهر معلما بمدرسة المامونية في بغداد أواخر عام 1931 وسيتنقل بين الصحافة والسياسة بالعراق فقد اشترك في ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني واعتقل عدة مرات بسبب نشاطه السياسي وانتخب أول رئيس لاتحاد الأدباء العراقيين ونقيبا للصحفيين ونائبا عن محافظة كربلا أصدر صحف الفرات الانقلاب الرأي العام وساد الدستور والجديد والجندي امتلك مهد الجواهري قدرة عجيبة على ارتجاله للشعر العمودي ارتجالا في لحظة إلقاء وكأنه كان يحفظ شعره عن ظهر قلب أول دواوينه كان حلبة الأدب عام 1923 وهو مجموعة معارضات لمشاهير وشعراء عصره كأحمد شوقي إليا أبو ماضي لبعض السابقين أيضا كلسان الدين بن الخطيب وابن التعاويذي ومن ثم ظهر له دوان بين الشعور والعاطفة الصادر عام 1928 دوان الجواهري في ثلاثة أجزاء وأيضا بريد الغربة وبريد العودة أيها الأرى وخلجات وغيرها من الأعمال الشهيرة يتصف الشعر الجواهري كما يقول الأدباء والنقاد بمثل النسج في إطناب ووضوح وبخاصة حين يخاطب الجماهير لا يظهر فيه تأثر بشيء من الطيارة الأدبية الأوروبية وتتقاسم موضوعاته المناسبات السياسية والتجارب الشخصية وتبدو في كثير منها الثورة على التقاليد من ناحية وعلى الأوضاع السياسية والاجتماعية من ناحية أخرى عشى الجواهري فترة من عمره مبعدا عن وطنه العراق حيث غادره عام 1980 وتنقل إلى براق والعديد من العواصم الأوروبية والعربية التي فتحت أبوابها للجواهري في مقدمتها المغرب الذي وشحه بطوق الكفاية الفكرية أضافة إلى مصر والأردن لتكون دمشق مقامه الأخير بعد أن قضى أكثر من 98 سنة وعلى شاهدة قبره كتب التالي يرقد هنا بعيدا عن دجلة الخير وتحتها قصيدته الشهيرة يا دجلة الخير محمد مهدي الجواهري لم يخشى الموت بل خطبه حتى قبل أن يلقاه قائلا أجد وأعلم علم اليقين بأني من الظهر في ملعب وأن الحياة حصيد الممات وأن الشروق أخ المغربي وأن الطبيعة والكائنات ما استبيل وما يختبي تألبن يسلبني فرصة أو يسلبنني فرصة من العمر إن تنأى لا تقربي وأن الزمانة مشى مسرعا يزاحم موكبه موكبي ترجمة نانسي قنقر